مركز لملك حسين للسرطان مركز الملك حسين للسرطان مركز الملك حسين للسرطان يعني هو المكان أو المركز اللي بيعمل العناية الشاملة للعلاج للسرطان تتحصين أماكن الملك حسين للسرطان اللي هم الأطفال اللي بيعمل الأطفال بما أن عدد السكان عم بتزايد مور المور فامليز بريلايون هسبتالز فور كنسر يعني العوائل عم تعتمد أكتر على المستشفى للكانسر تريتمنت اللي هي علاج السرطاني يعني ما بيجو بس المرضى من أردن فقط بيجو من بلدان مختلفة ليش بيجو عليها؟ هذا ثلاث أسباب أول شغلة أتراكتد يعني بنجذبوا لإله لسبب أول شغلة إنه سمعتها ممتازة في عندها انخفاض تكاليف والكالترال واللانجوج سيميلارتيز يعني في عندهم تشابهات لغوية وثقافية In order to cope with the increase in demand for treatment يعني cope with معناها التعامل مع أو مواجهة حتى يتعاملوا مع زيادة في متطلبات العلاج demand for treatment The KHCC حل اللي حكينا اللي هي King Hussain Cancer Center has begun an expansion program يعني عمل بلش ببرنامج توسعة Building started in 2011 يعني البناء بلش في 2011 The hospital will have more than doubled its capacity يعني الطاقة الاستيعابية للمستشفى رح تكون بالضعف By 2016 في عام 2006 Increasing space for new cancer cases from 3050 per year to 9000 يعني المساحة رح تزيد لحتى تستوعى بحالات من 3500 بسنويا الى 9000 By then they will have added 182 رح يزيدوا كمان 182 extra bed اللي هو تخت اضافي Along with bigger units for different departments يعني رح حطوا وحدات علاجية كبيرة لأقسام مختلفة department معناها أقسام Including radiotherapy اللي هو العلاج الإشعاعي بما فيها العلاج الإشعاعي New adult and pediatric words يعني أجنح على الأطفال والكبار will have opened رح تفتح Additionally they will have built special 10 floor outpatients يعني outpatients اللي هي العيادات الخارجية رح يفتحوا بعشر طوابق فقط للعيادات الخارجية With an education center كمان مركز تعليمي which will include teaching room and library وهاي المركز التعليمي رح يكون جوا غرف تدريس ومكتبة Many cancer patients will live far away from Amman ففي عنا كتير من مرضى السرطان بعيشوا بعيد عن عمان where the KHCC is located يعني بعيد عن مطرح المستشفى and the journey to and from the hospital is often difficult يعني المسافة أو الرحلة حتى يجوا من عمان من بيوتهم لعمان غالبا بتكون صعبة عليهم For this reason لهذا السبب there are plans to extend cancer care facilities to other parts of Jordan يعني كان في نية تخطيط خطة انهم يتوسعوا في مركز العناية الصحية للسرطان الفاسيليتيز اللي هي مرافق طبعتهم لأجزاء أخرى من الأردن مش تضلها في عمان فقط In the near future في المستقبل القريب King Abdullah University Hospital in Irbud hopes to set up radiotherapy يعني في عنا المستشفى الجامعي الملك عبد الله المستشفى الجامعي الملك عبد الله اسمه في إربد يعني يا أمول انه يبلش استقبل حالات العلاج الإشعاعي فيه لكي أن المستشفى الجامعي الملك عدد من جوردن لن يجب أن يذهب إلى عمان فى راديوثيرابي يعني الناس اللي بشمال الأردن ما يضطر انهم يحملوا حالهم يروحوا على العمان عشان ياخدوا التريتمنت اللي هو العلاج في عنا هون استيتمنت تحكي يعني متفقع طبعا انه الاعتعداد السكاني رح ضل في ازدياد حوالي في الفين وخمسين رح يكون بحدود الهداش ونصف مليون عدد سكان الأردن بحكي لك في عنده هون على هذا الستيتمنت هاي في سؤالين كيف ممكن يؤثر على التعليم الصحة والتعليم؟ والحاوسين والاسكان الجواب هو It might get more difficult for the government to help people and taxes might increase يعني الحكومة رح يكون عليها من الصعب انها تساعد الناس والضرائب رح تزيد لحتى يقدروا انهم يوفروا خدمات اكتر للناس What can be done to help Jordan cope with this increase in population؟ شو ممكن نعمل لحتى نخلي الاردن لحتى تكون الاردن قادر على انها تتعامل مع هاي الزيادة في البابوليشن في التعداد السكاني؟ الجواب هو The government should spend more money making sure there are enough facilities for every money يعني الحكومة لازم تنفق المزيد من المال حتى تتأكد انه هي توفر الخدمات والمرافق الجميع اشتركوا يمطي بقيدوى مشرو حتى تتقيه